اشتركوا في القناة قواعد الجار وهي الملتصقة بالجار او اذا اردت ان تلتصق في السرداب والارضي فيكون يسمونها قاعدة الجار وهذه راح تكلف ستراند او شدة نفس الشناج او نفس الجسر المزروع راح تكلف عليك اموال طائلة لذلك حاول انك ما تلتصق في داير على داير البيت خاصة في السرداب والارضي حتى لا حتى لا يكلفك اموال طائلة لعمل الشدة وهو لان القاعدة صايرة نص لان القاعدة صايرة نصف قاعدة فلذلك يطق عليها قاعدة الجار اما اما الشناجات اللي راح تندفن تحت الارض فهناك نوعان في نوع اللي هو الميدة اللي عبارة عن شناجات عادية بسيطة وهي شناجات بسيطة تربط بين القواعد وفي وفي طريقة ثانية وهي اللبشة وهي عبارة عن قاعدة كاملة 400 متر مربع على عرض البيت وطول البيت لذلك مكلفة جداً لكن توفر لك ارتفاعات خاصة حق السرداب او حق الدور الارضي لذلك يسمونها سي ماي رافت اللي هي اللبشة الامريكية توفر لك ارتفاعات فقط لكن الارخص طبعاً الميدة اللي هي الشناجات العادية البسيطة التي تتبط بجميع القواعد وايضاً هناك الحوائط الخلصانية تبدأ مع الشناجات ومع اللبشة حتى توصل الى منسوب سطح الارض هذا من ضمن ايضاً للناس اللي يابون يساويون سرداب الحوائط الخلصانية ضروري جداً في ناس يحطهم طابوق وهذا امر مرفوض لان هناك في ضغط جانبي للتربة في النهاية راح يصير عندك تشريخ مطبيعي وانحناءات بالطابق لذلك الحوائط الخلصانية افضل هذا باختصار تابعونا الحلقة الثالثة ان شاء الله بكرة ننتهي في عمل الاعمدة وسقف السرداب او سقف الدور القظيم والسلام عليكم